أهلا وسهلا بكم عزيزيزين في الحلقة الرابعة عشر وهذا الحلقة مهمة جدا ليش أخي الفاضل عينا متتناول موضوع مهم جدا وهو طور معارفتك بنغوسين كثير من الأخوة إخواني الأخواني الأخوان يدرس ويتخصص وبيكتفي بالشهادة هذا الكلام اليوم أصبح منتهي أو اكس بيرت أخي الفاضل في عالم اليوم وخليني بعد الفاصل أتناول مع قصة لأني شتاين ومساعد أخواني يا أخواني الأخواني هذه قصة ملهمة وحنطلع منها من نتيجة لكن قبل أن نروح الفاصل بذكرك أنه أنت تشترك في قناتي وتعجب بهذا الفيديو وتشارك هذا القناة لغيرك من الناس هذا أقل دعمنا إخواني ألا فاضل في الاختبار النهاية الذي وضعه ألبرت إنشتاين لطلاب قسم الفيزياء في جامعة برينستون سأله أحد مساعدية أليس هذا نفس الاختبار الذي وضعته في العام الماضي فأجاب ألبرت إنشتاين نعم قال فلماذا تضع نفس الاختبار لمدة عامين متتاليان فأجابه ألبرت إنشتاين بأن الأجوبة قد تبدلت أخي الفاضل عشان هيك بنقول لك أنه اليوم الأجوبة أيضا في العام 2021 قد تبدلت الخاصة بمجالك وتخصصك عشان هيك لازم أنت تكون أبديتت أخي الفاضل لمجالك أو تخصصك إذن الخلاصة من هذه القصة إخواني الأفاضل أنه لازم إحنا نكون أبديتت لازم نكون على معرفة على تطور لازم إحنا في مجالنا في تخصصنا نقرأ أكثر نطلق أكثر ناخد دورات أكثر ندفع أكثر إخواني الأفاضل لأنه إحنا نستفيد من الخبراء وأحدث ما قيل في العلم عن مجالنا وعن تخصصاتنا وكثير للأسف يعني يتوانوا بهذا الموضوع بل ويهملوه طبعا سواء بقصد أو غير قصد عشان هيك بنقول لك أخي الفاضل وبندكرك لازم أنت تكون متطور وأبديتت وتشوف إيش أحدث ما توصل إليه العلم في مجالك في تخصصك إذن الخلاصة من هذه الحلقة إخواني الأفاضل أنه لازم تكون أنت على اطلاع بالمعارف والعلوم الحديثة المتعلقة بمجالك وبتخصصك وخلينا أقول لك أنه ليش إحنا بنحكي هذا الكلام وبنأكد علي مرات عديدة إخواني الأفاضل في بعض الحلقات لأنه أنت لازم تكون أنت من المميزين من الصفة إذا أنت حبيت تكون من الخمسة بالمية على مستوى العالم لازم أخي الفاضل دائما تطور نفسك وتغير نفسك وتستجيب وتكون عندك open mind وتكون متفتح وقابل لأي تغيير وأي تطور إذن بدون هذه الوسائل أخي الفاضل لن تكون من الصفة ولن تكون من القائمة الخمسة بالمية على العالم اللي بتصدره دائما العالم في كل المجالات عشان هيك أنا بقول لك أخي الفاضل يعني توكل على الله وحاول أنه تضع خطة لتطور فيها نفسك وتطور فيها أيضا تخصصك ومجالك وتقرأ أكثر أخي الفاضل في الكتب المتعلقة أيضا بمجالك تخصص يعني حوالي 60% للقراءة في مجالك وتحدث نفسك بتمنى أكون يعني أنا وصلت رسالتي من هذه الحلقة القصيرة الشيقة تابعونوا في حلقة الغد طبعا بذكركم لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتشاركوا هذه المعرفة والعلم لغيركم وأنا يعني بطلب منكم طلب يعني أتمنى أنكم فعلا تشتركوا في هذه القناة لأنه للأسف 70% جماعة من اللي بشاهدوا هذا المحتوى ما بشاركوا في هذه القناة فأتمنى عليكم الاشتراك وبشوفكم إن شاء الله في حلقة الغد إن شاء الله فادعوا لي يعني بظهر الغيب بدعوة يعني فيها خير وفيها بركة ورمضانكم كريم بإذن الله تعالى اشتركوا في القناة